السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة الجديدة لنتعلم اللغة الإيبانية نهاردة بنتعلم التحية باللغة الإيبانية طبعا زي الإنجليزي لما تكون الأم بتقولي هنا صباح الخير وأي واحد عادي بيقول أي واحد بيقول لأي واحد بيقول لأي واحد بيقول لأي واحد تESE غائر 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 الآخر غائر 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 و هناك صحيح 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 مثلاً عندما أمي يخبرها أنها تقوم بها صحيح 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 فإنها تستخدم هذه الآخر يعني على سبيل المثال الأم تقول ابنها صحيح 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 هي بالعربي يعني صحيح صحيح باللغة اللابانية لدينا معناها نحن بالكده لو نحن مش عارشين نقرأ هذه الخطوط دي معناها قلت بالكده أن الحروف دي هنستكيرها أن هنا في حرف دي معناها ما بنيجي نقرأ الحرف ده بنقرأ فإحنا الـ نكتبه ازاي نحول الحروف اللابانية إلى حرف انجليزية ده حرف او او وده حرف ها ها هنفتكر دلوقتي اللي احنا قلنا عليه ها 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 لما قلت ها ها حقي لونج طول ناين لونج طول مايينير زهولد هابي بوي اوها اوها وبعض كده الحرف دوه تظن الضفر بيشعر في اراء presume you cannot read this letter how to remember the reading remember it as H capital H look at this one capital H and this one as Y this one is Y and this one is O then yo yo oha yo of course you remember the the young long nine years old boy young boy okay ohio this one is a long vowel when you have a long vowel in Japanese means we add the OO sound OO ohio عندما تكون في التطور اللغة يكون مدركة في الجبانية عندما تكون الآخر الوحيو يكون مدركة في الوحيو يجب أن تتذكر هذه المواقع مثل هذه المواقع في ألغب في الوحيو كيف يمكنك تحضر الكلمات في ذلك الهدفين؟ يجبوني المجتمعين أيضاً يتحضر الكلمات ويجبونيه في ذلك الهدفين أو ها يو أوهيو شكراً لكم على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته